السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بكم احمد السفر الله في قناة ملتونجي. كتمنى تكونوا في اتمنى السحوات في وصلنا في الحق الرابعة والسبعون. لقد تكلموا فيها حول الموضوع لالرسالة لجزبعة الاصر في الهواتف ديارهم. لك تخبرون بانهم تم رفض طرابيكم المتعلق بالاستفادة من نظام الدعم الجتمع المباشر. لمزيد من المعلومات. يرجى الوروش الى فضائكم الخاصة على بوافرس دابري بان ام ا. انا كما كانت لطعتوا معي هذه الرسالة اللي اجتنا ترفض. وهنا كما كانت لطعتوا معي اجتنا الرسالة مافيهاش سبب ديار رفض المال في طور المعالجة. وكذلك بغينا حل لهذا المشكلة هادى. اذا كان عندلك المشكله هاتحاوه تت IKEA في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم ان شاء الله كل جديد. وكذلك السلام للمتابعة سنوحة صحيحة الفيسبوك من طنجي في هكذا الفيديو واسحة السلسل هذه. ايديا دبنا ندلسوا السبب رفض الطلب دينا في الطبق المعاجدة. قام بليكم واحد خاصية اللي تم ادفتها مؤخرا في الموقع دي الدعم الشماء الموجر. واحد خاصية قاموا بادفتها. هات خاصية دي كالظاهر اللي عندهم ميلاب دينام تترفضلوا في الطبق المعاجدة. هاته هي الخاصية او ميزة سبب رفض للغفض في الطبق المعاجدة. اذا اذا باشنا عرفت خاصية او ميزة هذه اللي هي مغفية في الموقع دي الدعم الشماء الموشن كل ما ما нельзя هو ذهب الى الموقع الرئيسي دي الدعم الشماء الموشن. كما تشاهدت مع الزبال الموقع التي اجعلنا في سابقا. لابا قط foremost نعرفو هذي quienes هي لغفظ للغفض سبب الرفض. لان في الرسالة دي النصية ما Psalm بالرفض. ولكن هذة الخاصية هذه اللي قلتكم هي مقفية في هذا الموقع هذا ولكن هي لغا سبيل لكم سبب رفض لكم في الطرق المعاجه. اذا كل ما علينا ودهب الى الدائرة لفئة الشيطة هنضغطوا ليها. ثم كم شوف هذا الخاص باللون الاحمر كنضغطوا عليه. وهناك الدعم على الصفحات اللي غير حاولون نعمل فيها معلومات الخاصة برب الاسرة. سواء كان انتة او ذكر يعني سواء كان راب الاسرة او ربط اسرة. اذا على السبب المساء انا راب الاسرة العمل ذكر. في الخانة الثانية كان عمل رقم الابيطاقة الوطنية للتعريب الخاص برب الاسرة. وفي الخانة الثانية كان عمل معرفة رقم مدينة واجتماع الخاص برب الاسرة. وفي الخانة الرابعة كان عمل فيها تاريخ سديات الخاص برب الاسرة. اما في الخانة الاخيرة كان عمل هذا الرقم هذا كما هو في الصورة. يعني هذا الرقم كان ندخل كما هو الصورة. ثم نضغط على التأكيد كبيرنا هنا محجوب. اذا باش مطوش لكم انا حاول نعمل معلومات الخاصة بيها ثم نعلو لكم بعد قليل! مرتنا معلنا معلومات الخاصة بربا اصلا بما فيها رقم البيتقى تريد خاصة بنا وكذلك المعارف المادن والسهماع الخاص بنا وكذلك الثالي القزدية ثم ثم دخلنا وكذلك دطوة على التأكيد ثم كذلك معانا الصبح هذه اللي بيننا نغطيتها على الدخول. باللون الاخضر. ثم كذلك معاناا الصبح هذه اللي فيها مرحبا بي sen внутри فضائكم الخاص. اللي فيها معلومات الخاصة بربا اصلا. وكذلك معلومات الخاصة بالزوجة دياله والابناء دياله كمين. بشانك يبقى لك يبقى لك يبقى لان يمشي شبوحة ميزة اللي هي مغفية في الموقع هذا. هاد ميزة اللي هي الضوء دياله انها هي اللي غا سبيل لك سبب رفض الميلة ديالك في الطابة المعالجة. هلا تقول لك لازل ترفض الميلة ديالك في الطابة المعالجة. فغان جبروه كل ما عليك والذهب الى الولوج الى الطلبات باللون الاصفال الى حوال دغطوا ليها. ثم كذلك غا نبقى هنا يا ميلة ديالنا مرفوض كما تش البغيعة في السبب ديال الميلة ديال العش ترفض له. اذا كل ما علينا هو الذهب الى عرض التفاصيل كنضغطوا عليها. وهناك اتبع معناها الميزة دي لاحظوا معي. هذي هي الميزة اللي تم اخفاؤها. انت ما غا سببلك شي اذا بغد تبلك هتحاول تمر من اعلى الصبحة. باصبع ليدك فوق شيء هاتي بهالشكل هذا. ثم يتم تحميل الصبحة من جديد. يعني غا تعمل ميزة جون او تعمل تحديد الصبحة باش تبلك هذي الميزة اللي هي باللون الورضي. كما شكل هذا. همثوا? كما بي على اقل مرات الوحيدة على خلال اتنى عشر شهر الأخيرة. يعني انتما اما موظفين شي مطاع او اما اجر شي مكان او عند شي محل دي الباشرة او يعني يخدم شي مطاع انتنا مصرح فلاصة ديالس وقد تجيك تعويض عن الابناء ديالك. فاذا كنت من ضمنها الاولاء فكن على اكيد بان ميزة ديالك ترفض في الطوء المعالجة. يعني اذا كنت مثلا كتستلم الدعم ديالك بشجرة اخرى او مثلا خدم في شركة او خياطة وانتنا عندك تعويض ديال ابناء ديالك بفلوس دي ديالك تجيبك كشار فانت مرفوض في الموقع ايضا كن على اكيد بان ميزة ديالك ترفض. اذا انت بنضيزو الخطوة الثانية اللي هي حل المشكل. الناس اللي هما تجروا في الموقع ديالك تدامش من المباشر ونسمع ماشي رمز المصر وخلى ديالك الخطأ ماشي. نسمع ماشي الشيكاية او منتصر في لقم مركز الاتصال. على الاقل كان غير تتصر بيهم ديالك الوقت. كانت حل المشكلة دياله هو انسا خلى ميزة ديالك في طرق المعاجب بالاخطاء دياله وفي الاخر ساعة ترفض له. لابدنا يا رب رؤوسك تسأل واشكين شي حال طبعا تحكين حل وجود خطوات اللي هنشرحهم ان شاء الله ذابه. وكذلك المدة الزمنية اللي هي خمس تاشر يوم. اذا ما حدث شي مشكل ديالك سيتمو الوقع اما غادي قول لك هتعاود مجديد او اما غادي قول لك هنبدك مرفوض. شو شو شنا غادي عمامك. مهم انتاف هذا خمس تاشر يوم. فورا وصول رسالة اليك. خصيك تحاول الحل المشكل لك بدك الساعة. المدعو على بركاته الله. ا غمضوبية وهي الذهب الى الصفحة الاولى ديال الدمش من المباشر. ممتاز هنا كده مع الصفحة اللي احنا تجدنا القبل. احنا احنا نحوضو الى اسفل شاشة الهاتف يعني الى اسفل صفحة. ممتاز كده معنا واحد معلومات عملية فهذا ما كان هذا قد حاولو مشو الخيار الرابع اللي هو معلومات والشكاية. احاولو نضغطو عليها. مباشر قد نطعو الى اعلى صفحة ومكذر معنا مزيد من المعلومات. اذا بغا نحاولو مشو مركز الاتصال. اتحاول تصبح هذا اللق ماذا؟ سمع المزيد. المصورة البقصة اللي هو عنده مشكل بانه هو ملف دياله ترفض له وهو على حق. او نسمع مش رمز المصر الابناء دياله. او اخطأ شيء مواطع معهم او مثلا اخطأ شيء اماكن في موقع ديال الدمش من المباشر. وترفضوا ملف دياله فانها يعطيك خطوة الليلة اللي هي تصرف هذا الرقم اللي هو خمسة عوشين تاعتاش ستين ستين. وسأتكلم معكم واحد الموظف اللي هو خاص باجابة على جميع اسئلة ديكم. يعني غادي يتكلم معاك وغادي يقولك شنو المشكلة اللي عندك تتطع لمشكلة. فهذه اللاحظة هذه ستكون جاهز. بايش. بمعارف رقم دونش مع الخاص بك والزوجة والابنة ديكم كلام لك ستكون عندكم واسئة كاملة مزلقوا قدامك. ومكتلك البطاقة السعيفة ثانية الخاصة بك. بش هو ما غادي يقول لك اعتنيني ما غضي البطاقة السعيفة ثانية ستكون جاهز. وهنا ديك ساعة وكي قايت بمعلومات الخاصة بك. ديك ساعة كتكون سيستم. وهنا غادي يقول لك الخطأ اللي عاني كتما وغادي يقول لك وش هي صلح هو. او غادي يقول لك ستكون شكاية على حاسب. مهم. احنا اللي كاهمنا هو انه يجاوبنا. اذا قيت المثال الخاتم الشغول او لما سأعيت في السواحة والعشية ولا مهم قيت المشغول. فانا هناك نتجأه الى الخطوة الثانية اللي هي. ارسل لنا شكايتك او اسئلتك من خلال متعبئة الاستمار الأدنى. هتحاول تعمل هذه المعلومات هذه اللي تشاهد معي في الشاشة. معلومات الاتصال بما فيها. رقم المعارف ما دونش مع الخاص برب اصرى في الخانة اللولة. وفي الخانة الثانية اللي كان عملوا فيها. البلات الاكتلونية الفاصر برب Patual�를. الالخانة الثالثة كان عملوا فيها العنوان الخاص برب اصرى. orang الارخية والاخيرة كنت حاول لنا فاديات العمل فيها الشكاية الخاصة بك. يعني تحاول تحدد شكلك. شنو السبب برفض الطلب ديرك. بغين العرفه شنو السبب رفض الطلب دينا في الطوبة المعالجة. لقد كنت implants every one savon for description in him. أرسل على السابعة لكم. في نتجاج في الموقع ankartills الدعم شبان المنتجر. وله الصرف out all diezاني الصف summ attreffula. w rak ambїみ امومنا تحاول تحضر واحد الجملة لك تخبرهم على انك تجد في الموقع هذا وترفضك ملدك معه وتشعر ترفض ثم بعد انك تعملوا مراقم الهاتف الخاص بك ثم تضغط على الرسالة الطرابي وان شاء الله سيحاول يجاوبك عبر الرسالة التي ستجد إما في البلد الالكتروني او اما في رقم الهاتف الخاص بك ستجد واحد الرسالة في الهاتف ديالك اللي ستقول لك باننا صافح احنا عاودنا ملف ديالك في الطرق المعاجزة تحاول دخل المرة الثانية تشوف ملدك في وصل وشهو مرفوض بقي او لا وشهو في الطرق المعاجزة وانا اخسك تسنى واحد مدة باش هو ما يعالجه لك ساعة ان شاء الله ستسلم الدفوع ديالك بإذن الله اخذي الشهر بإذن الله سبحانه وتعالى. اذا هذا كان فيديو حاول الناس يوم ترفضوا ملد دياله ومجاتوا من رسالة نصية لفيها لان تم رفض طلب ديالهم في الطرق المعاجزة ومعافوش والسبب والسبب كما بين لكم في المقاعدة هناك ميزة مغفية في المقاعدة تقدر تبني لكم وتقدر ما تسمي لك شيء لما بتشاعة تحاول تعمل تحديد الصباحة اللي كمنا فيها قبيلتي وبعد ايذن قد دعم لكم ميزة اللي فيها سبب رفض طلب لكم في الطرق المعاجزة. كنتمنى اي واحد يبرتش الفيديو مع كل عائلتكم الوصلة لين كنت تألو حاول شنوى السبب رفض الملد دياله في الطرق المعاجزة. الوجاوب كما شرحنا في الفيديو ثم فضلا وليس امر الله سبحانه لنا بالتزيد والاعجاب والشترك في القناة وتفعيل اجراص لكياسكم ان شاء الله كل جديد وكذلك تستمع المتابعة سنوى عبر صفحاتنا الفيس باكم في كل الفيديو وزحة السلسلة لدي و الى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.